اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبحكي امتى الفترات الجيدة امتى الفترات السلبية ايش اكثر اشي جيد ايش اكثر اشي سلبي طول الشهر والتوريخ اللي انا بحذرك منها بيتركز هذا الشهر يا موليد برج السرطان على تدعيم مركزكم الاجتماعي والدفع بمصالحكم في مجال العمل يعني بمعنى اخر ان الشمس رح تتواجد في بيتكم العاشر لغاية 19 الشهر وبعدين رح تنتقل لبيتك 11 عشان هيك بتتركز الامور على المسئوليات اللي في منها رح يكون مربك ولكنه مهم وخاصة لموقعك المهني والشخصي وبدك تنتبه خلال التنقلات وبدك تنتبه لوضعك الصحي اذا كان في حاجة لازم تستشير طبيبك رح تكون في لحظات مضطرب فيها كأنك في امتحان كفاءة حاول انك تكون جاهز وانتبه على الصعيد الاجتماعي اما من منافسة على مركز او من مشكلة عائلية بتتعلق باحد الوالدين طبعا كل الشهر هذا رح يتركز على اللي هي حكينا المركز الاجتماعي والمصالح والامور اللي رح تكون في مجال العمل في هذا الشهر رح يكون في فرص كبيرة للتعامل مع مؤسسة او مع شركة كبيرة لبعضكو وفي منكو بننبهوا بنقولوا بتكونوا ديروا بالكو من اي شراكة مالية خلال هذا الشهر بتدرسوها بشكل جيد تدرسو حيثياتها ابعادها تعملوا ميزانية دراسة جدوى على اساس انه ما تتهوروا في الدخول في شغلات لها علاقة بالشراكة المالية وبعدين يكون من خلالها فخ وتخسروا من خلاله طبعا الامور هاي رح تظلها مستمرة معكو لغاية يوم 19 الشهر بعد 19 الشهر بتنقلب الاوضاع بشكل تدريجي لصالحكو رح يكون الدعم وتأييد حليفكم ورح تكون كلمتك مسموعة ورح يكون في مكاسب مادية ومعنوية ورح تنشط اجتماعيا ورح تبحث عن الاصدقاء والدعم يعني رح يكون في نوع من انواع الحظ وخصوصا بعد 19 الشهر اما بالنسبة للخارطة الفلكية فاحنا بقولك اما بالنسبة للبيت الاول بيت الشخصية فانا بشوف انه الامور الشهر هذا رح تكون متقلبة يعني ممكن يكون في نوع من انواع الاهمال بشخصيتك ونفسيتك وممكن يكون في ايام فيها تركيز على الشخصية ما رح يكون الاشي مستمر رح تلاقي في لحظات انت روتيني رح تلاقي انه في لحظات انت عندك نوع من انواع الملل او الاحباط حاول تشحن حالك بطاقة ايجابية طول فترة الشهر لانه الوضع رح يكون متقلب يعني ايام رح يكون معك وايام رح يكون ضدك اما بالنسبة للبيت الثاني واللي هو بيت المال فانا شايف انه في ايجابية خلال هذا الشهر ولكن رح تكون متقطعة يعني مش مستمرة طول الشهر والله بدو يجيك مصاري وبدو يجيك مش عارف ايش لا رح تكون متقطعة يعني مثلا مثل الاسبوع الاول بكون في فرص مثل مثلا من عشر الشهر او 11 الشهر مثلا لغاية 13 الشهر في فرص من 19 الشهر لا 24 الشهر في فرص فعشان هيك بنسميها احنا فرص غالبة على الشهر ولكن انه ما بتيجي كلها وربعات فعشان هيك انت ممكن تيجي فرص والفرص هاي اغلبها دائما بتيجي من عمل اضافي او بتيجي على شكل مساعدات او على شكل هبات اغلب الشهر انت رح تراجع امور مالية ميزانية امور فوترة التزامات ديون سداد ديون شغلات من هذا القبيل ولكن الاغلب عليها رح يكون ايجابي يعني الضغط ما رح يكون متواصل طول الشهر بالعكس القادم اكثر من الخارج ان شاء الله اما بالنسبة للبيت الثالث واللي هو بيت الاتصالات والمواصلات هذا رح تكون انت الشهر هاد عبارة عن مكوك اتصالات ومواصلات واجتماعات ولقاءات ومؤتمرات وندوات تواصل اجتماعي تواصل علاقات نقاشات بتدخل فيها بتكون مقنع جدا يعني عندك سرعة بديهة عالية جدا وعندك قدرة على توصيل المعلومة بسهولة خلال هذا الشهر في منكو رح يكون مميز لابعد الحدود في منكو رح ينجح في دراسة موضوع معين وممكن ينجح في اشيء العلاقة بالبحوث في كثير اشخاص منكو ممكن يكون عندهم اجتماعات او ندوات خلال هذا الشهر برضو بكونوا مميزين واللي بيشتغلوا في مجال الاتصالات والمواصلات رح يكونوا مبدعين جدا خلال هذا الشهر خصوصا اللي بيشتغلوا في المجال التجاري او في مجالات التسويق وبرضو اللي بيشتغلوا في مجال السيارات او بيشتغلوا في مجال الالكترونيات هدولا رح يكونوا مميزين على اغلب الشهر تقريبا اما بالنسبة للبيت الرابع فالامور برضو ايجابية بتدعمك بشكل جيد بتدعمك على اشيء العلاقة بالسكن او لبيوت ممكن ترحال ممكن ترقل من بيت لبيت ممكن شراء عقار ممكن بيع عقار على حسب انت شو بتشتغلوا على حسب مكانك فبلاقي انه برضو في فرص كبيرة خلال هذا الشهر على مجال العقارات والسكن على مجال الترحال على مجال الاهتمام بصياني او ديكور او تغييرات الها علاقة بالمنزل واللي بيشتغلوا في مجال العقارات برضو رح يبدعوا خلال هذا الشهر اما بالنسبة للبيت الخامس فلا امور عاطفية انا بقول لك الشهر هاد ما رح تكون بالقوة اللي انت بتتخيلها يعني اذا انت على علاقة عاطفية تستمر معك العلاقة العاطفية بين شد ورخي ولكن اذا بدك تبدأ علاقة عاطفية هاي بتكون يعني عند نسبة قليلة جدا من السرطان وبكون طالعهم هو اللي بشجي على العلاقات العاطفية ولكن اغلب برج السرطان على الوضع العاطفي بكون ضعيف اما بالنسبة للبيت السادس بيت العمل الامور قوية جدا يعني في منك رح يشتغل في منك رح يقدم لفرص عمل ولو يطلع له في منك ممكن يعمل مقابلات او مراسلات الها علاقة بالعمل في منك ممكن يترفع او يترقى في مجال عمله في منك بيحمل مسؤوليات جديدة الها علاقة بالعمل يعني امور العمل جيدة جدا تقدروا تنجزوا اعمالكوا هذا الشهر بارياحية كاملة بدون اي اضطرابات وبدون اي مشاكل وبالعكس يعني هذا في نوع من انواع الدعم القوية حتى على المستوى الصحي في اشخاص اللي بيشتغلوا خصوصا برضو في المجال الصحي رح يكون لهم بصمي خلال هذا الشهر يعني اما انه وظيفة جديدة او سفر الى علاقة في عقد جديد او عمل جديد اما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي المالي والعاطفية فما زالت الاحداث المربكة اللي مريتوا فيها الشهر الماضي بالضل مستمرة معكو خلال هذا الشهر في نوع من انواع التقلب على المستوى العلاقة خصوصا الشراكي بالمال او بالزواج يعني شركائكو ازواجكو او زوجاتكو اللي كان عندهم مشاكل الشهر الماضي الشهر هاد كمان ضيول هاي المشاكل بتتبعهم فبظل في نوع من انواع الخلافات والصدامات في فترات كثير من هذا الشهر تهدى يومين ثلاثة اربعة بعدين ترجع بتحدد مرة ثانية فعشان هيك احنا منك نسمي على مستوى بيت الشراكي الامر تابع للشهر اللي بسوقه من احداث اما بالنسبة للبيت الثامن اللي له علاقة في امور المال المشترك برضو نفس الشيء يعني اللي بيحاول يقدم لقرض او لسلفي او لامور الها علاقة باموال الشريك يعني واحد بدي ياخد من اموال زوجته او زوجي بدي تاخد من اموال زوجها ما رح تكون بالقوة المرجوة يعني فيه نوع من انواع المحاذير وفيه انواع من العتاب وفيه نوع من انواع المشاكل والحدية رح تكون على هذا الباب يعني اشياء رح تأخذ ابعاد طويلة وابعاد كبيرة فعشان هيك حاولوا قدر الامكان تفوتروا الامور وترتبوها بطريقة بدون ما تلجوا انتوا لعملية القروض خلال هذا الشهر واذا اجت القروض بتيجي في فترات معينة وبتيجي ضعيفة وبسيطة جدا مش بالشكل اللي انت بترغبه وفيه منك رح يصير عليه مطالبات مالية خصوصا على الديون او على قروض او على سلف كان ما يخذها الشهر الماضي او اللي قبله ممكن يصيروا اشخاص يطالبوهم وفي الوضع هذا عادة انا بقول له موليد برج السرطان اوعوا تكفلوا اي شخص كفالة مالية لانه ممكن انه ينضحك عليكم او ينتصب عليكم اما بالنسبة للبيت التاسع بيت السفر وبيت الدراسة الجامعية بيت القضايا القضائية بيت الاستراد والتصدير بيت الفلسفة والدين والامور هاي من بداية الشهر لغاية يوم 12 الشهر بكون الامر طبيعي جدا ما فيه اي جديد في هذا الموضوع ركود كامل بكون في هذا الباب اما ما بعد 12 الشهر بتحرك الموضوع باتجاهه الصحيح يعني ممكن يصير فيه فرص لسفر ممكن يصير فيه تلميحات او بوادر لامور الها علاقة بالسفر ممكن يصير فيه نوع من انواع دراسي او بحث معين ممكن تقديم امتحانات عالية المستوى ممكن يكون فيه انجازات عالية عن مستوى الدراسي او الاتصالات الخارجية او التواصل مع افراد خارج البلاد طبعا ما راح تكون كلها بعد 12 الشهر لا ولكن هي الفرص بتوضح بعد 12 الشهر بتستمر لغاية تقريبا نحكي 22 الشهر كقوة ولكن بعد 22 الشهر بصير الامر ضعيف فاللي بكون عنده امتحان او بكون عنده سفر او بكون عنده امور ممكن يتعطل في اي لحظة وممكن يلتغي في اي لحظة وممكن يصير فيه مشاكل على هذا الموضوع او انه اذا كان عنده امتحان ما بده يعتمد اعتماد كله على الحضوض بالعكس بده يدرس ويتعب لاجل انه يحقق انجازات على هذا المجال اما بالنسبة لبيتك العاشر المتواجد في الشمس فهو راح يكون مثل ما حكينا في توقعاتنا بداية الحلقة يعني في نوع من انواع التقلبات راح تكون اي شي اليك واشي عليك خلال الشهر هضو اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف ان الامور برضو على مستوى الصداقات والعلاقات راح يكون في نوع من انواع التوتر في نوع من انواع الزعل او العتاب على بعض الاصدقاء او على بعض المعارف وفي نوع من انواع الحدية بيكون في التعامل وخصوصا اخر الشهر مع لا اشخاص كنتوا تثقوا فيهم ولكن طلعوا مش قد الثقة هاي اما بالنسبة للمهم وهو بيت المتاعب اللي دائما هذا بعمل الاشياء بشكل مفاجئ جدا وانا بشوف ان الشهر هذا يعني في نوع من انواع الامان بالنسبة لبيت المتاعب فعشان هيك في اعمال كثيرة بتقدروا تنجزوها بدون تراكمات في نوع من انواع الوضع الصحي الجيد اللي بيدعمكم في امور لها علاقة باكتشافات جديدة في بعض الاشخاص تلفت انتباهكم تعرفوا تغربلوا الاشخاص بتميزوا الاشخاص اللي حواليكم بشكل واضح بتعرف ان الصاب من الصادق من الكذاب يعني بتقدر تفرز الاشخاص بطريقة طوية جدا هيك وصلنا لنهاية توقعاتنا والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد ان اشهد ان اشهد انه بانشهد ان دميز اeshوارا